المواد كما كل يوم معازلة كذلك الانترفيو في نهاية ساعتنا الثانية سيريدا الشلبي المتحدث باسم حراك 25 جويليا سيريدا مرحبا بيك شكرا لك إلياس على السيدة فبارك الله وفيك شكرا سيريدا ما تخش في خاطرك مني لكن نحب نفهم شوية علاقة حراك 25 جويليا بالمصار وسبب الاختلاف اللي صار في جويلة اللي فات ما بين الحراك والمصار فأفسرنا شوية شكولكم أنتم الحقيقة ما تعرف سيريدا خلطت شوية الأمور على الأعباد شكون كيفاش خلطت نعطيك على سبيل السفات في تقرير صحو في أخيرا على التلفزة الوطنية عوضة أن نذكر الحراك وذكر المصار شنيها لحكية شكلوا الحراك وشكلوا المصار بالضبط وكنت منتظر هذا السؤال لا ما يصيرش خلينا استفهم مصار 25 جويليا حراك 25 جويليا واللي في وقت من الأوقات كانوا ومعظم لكن نفصلوا في جويلة اللي فاتت وما فهمنيش وما ليش فهمين مليح صار بعض الاختلافات فعلا في الحراك والمصار هي مجموعة من المحامين ومجموعة من المنخرطين في الحراك كانوا نشتوا في صلب الحراك وكانوا متوجدين هناك هم المصار وقت يوما في وسط الحراك لكن ما بعد كيخرجوا سقوى الحراك عملوا حزب سياسي هوب ومش عملوا حزب هم عملوا حركة ومشروع حركة جديدة سموها بالمصار 25 جويليا هو كمصطلح المصار يتم تداوله كثيرا في الحراك يعني في كل ندوات الصحفية نذكر كلمة المصار 25 جويليا المصار المقصود به كمفهوم للكلمة وإنما المصار 25 كما قلت هما بعض المحامين وبعض اللخين الذين كن لهم كل الاحترام والتقدير خدمنا مبعضنا بوهنا جديد في الحراك معني شبار شايلياس كش نحط فيك في الصورة تقريبا أربع خمسة أشهر ونتابع متابعة حريج جدا خارج تراب التونسي في مهمة خارج تراب تونس ونتابع بكل دقة صار خلاف ونقول هالك خلاف على الزعامات أحنا في الحراك ما عندناش رئيس ومرؤوس ما عندناش أمين عام ما عندناش نتقرسمي دومر إذا شلبي نتقرسمي ولا مكلف مثلا للمجيء لموزاييك للتصريح غضو ربما نجد شخص آخر هذي وإذا ناجع الخيطوه ناجع ناجع جدا لأنه حركة شبابية احنا حركة شبابية وحرك مشروع الحرك بتاعنا هو مشروع وليس حزب سياسي وحزب يعني خرجنا بعدنا على الحزب استنى 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 سريضا يا سريضا نعم مشروع اي ميسل يا سريضا احنا تقول شكن يسمع فينا سريضا يسمع فينا مستمعين مواطن تونسي حبيف تقولي احنا حراك ماناش حزب سياسي مشروع اي غدوة كي عايتولكم بيش تكونوا موجودين في حكومة تمشيوا للحكم شنو غايتكم غايتكم الحكم ماش غايتكم الحكم غايتكم التمثيل غايتكم أنه ندافع على مشروع شنو غايتكم مجيبك من الأخر مشهولة ندافع على مشروع سياسي المشروع سياسي في مصلحة تونس هو اليسار احنا الهدفة بتاعنا واضح وصريح وخدمة تونس عنا مشاريع تتماشى مع رئيس الجمهورية نحن خطان متوازيين نلتقي في العديد من المحطات في عديد من الأفكار ومشاريعنا تقريبا تكاد تكون متقاربة جدا وانتي سمعت مرارا وتكرارا ونعرف هذا السؤال منتظروا منك إلياس خليلي أنا صارحك بيه صراحة أنه رئيس الجمهورية يقول مرارا وتكرارا ما هو رايش حزب سياسي أو جمعية من الجمعيات هذا صحيح الحراك 25 جوليا ما هوش ناتق رسمي للرئيس قيد سعيد وهذا صحيح ونأكده نبقينا المشروعة متاعنا ناخدوه الأفكار متاعنا ناخدوها من الشارع من الشعب التونسي والفترة الأخيرة كنا في خليموش في سوباتي في راحة لأربع أشهر صارت خلافات ونرجع لكل سؤال متاعنا صارت خلافات تجاوزتوه تجاوزناه مثلا وهنا دعوة هنا دعوة حراك 25 جوليا مزال فاتح أبوابه لكل الخيام في المصار للحوضة للحراك مرحبا بيه يصير الخلاف ومرحبا نرجعه لا لشيء إلا لخدمة تونس ونتجاوز كل الخلافات باش نحاوله مرة أخرى نفهمه مثلا من أسباب الاختلاف ما بين الحراك ولمصار أنه السيد ثامر بديد رفض فكرة ترشح الرئيس قايس عيد للانتخابات الرئاسية في 2024 اليوم انتم في الحراك معه الترشح رئيس الجمهورية قايس عيد لي هو كرئيس الجمهورية مزان ما صرحش لحد هذه اللحظة بأنه ينوي بلالترشح انتخابات الرئاسية في 2024 ما تبخنا سياسة ننتظر تصريح رئيس الجمهورية ومتبخنا سياسة شيخول معنا إذا كنت تقول لي احنا مأزوز مسارات متوازية دونك انتم ما كمش مرتبطين بكلم رئيس الجمهورية انتم عندكم تفكير سياسي هل تدفعون اليوم على أنه مستقبل تونس مزان مع شخص رئيس الجمهورية قايس عيد في انتخابات 2024 ولا تعتبروا أن المشروع أكبر منه هو المرحلة راهنا مشروع حرائق 25 متوافق ومتماشي مع رئيس قايس عيد هذا لا شك ولا جدل فيه فهمتك بالنسبة للانتخابات الرئاسية باش ما نكونش نسبقوا لأحداث رئيس الجمهورية لحد هذه اللحظة لم يعبر على طار الشوحي للانتخابات الرئاسية باش على السيد الرئيس الجمهورية سلتك عليكم انتوما بالنسبة لنا ما زلنا لم نخذ في هذا القرار ولم نتحدث فيه بتاتا هذه إجابة مقبولة درمان حتى علاقة بقرار نجم تقولي أنت عنده وزن كلام رئيس الجمهورية على قراركم حكاية أخرى اليوم حرك 25 جويلة يساند رئيس الجمهورية قايس عيد صحيح لكن يطالب بتحوير وزاري تحوير على ألا أساس هو من المفروض احنا كحرك هذه التحوير الوزاري هذا من مهام رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية دورنا تقييمي نقيم أداء كل وزير ونقيم كذلك أداء كل والي وكل معتمد كل من أحسن نقوله أحسنت وكل من أسان نقوله له أسنت وكل من يخش كمواطنين توينسا وإلى خطر أنتم قمع من رئيس بنا خلفية هذه قرب من رئيس تصير قرب في المشروع يا سيدي مش مع أنت قرب من المشروع قرب من المشروع ما قلتش لا تتصلوا به لحد شيء أنا أتوافق معك في هذه النقطة اليوم بنا حق معناها كتقول لي أنت أنا يا سيدي عندي تقييم للوزارة أو عندي زادة مطلب أنه يتبدلوا وزارة معينة أنت رسألك شكور هو سبقت لك بنا حق معناها على أساس مواطني على أساس حزب على أساس شنوه على مستوى نعملوا تقييم تقييم أداء كل مسؤول في الدولة إذا فما عليش تعملوا فيه لا عينتوه لا عينتوه الوزير لا عندكم حزب اللي هو وراه تقولوا لا ننتسبوا لرئيس الجمهور ما لا عليش عليش رأي قراراتنا كلها والمشروع نره من الشعب مرة أخرى من الشعب بطبيق الحال قراب قراب من الشعب عننا ميسير سيري ذا تعتبروا أنه جزء من الشعب قاعد يقيم في عمل الوزراء ويطالبوا بتغيير البعض منهم لكان تونس طوى تعيش فترة متاع أزمات وفترة متاع إشكاليات والمواطن الصباح نخرج ستة متاع صباح نقاش هاد في طابور قدم المخبزة ولا عنده إشكالية يلوج في مادة من المواد الأساسية ما يلقاهاش أنا كمواطن أنا معناتها وفي صلب الحراك أنا شعب أنا مواطن إذا ما أنا نقولش مشاكل المواطن للمسؤول ونسؤول ما يتجاوبش معايا فاني نطالب بي قالتك أنت محدود غادي بش تخدم المواطن وبش تخدم الشعب فانت إليس دونك التقييم كيفش يسير التقييم نشوف هناك بعض الوزراء نجحين حقيقة نقولها صراحة وهنا نطالب بي معنا التعيينات تكون على أساس الكفاءة وليس على أساس الولايات فما بعض المسؤوليين يسير إذاesi أدن一些 يسير إذا يقول يقول فيه يسير إذاني يقول فيه هل يقول فيها على ما هنا على أنار يقول لكم يقول� bukan ذكر Schettler لا يقول سبحان الله اللي يخدم من الجميع غلط فسيلا شو غلط رئيس الجمهوري غلط في وزير نجم نحط الياس الغار بغدوة ونقايمة كذا نعطيك في إدارة حوار نعطيك في مثال ونعطيك في قثيقة سبحان الله نعطيك فرصة لك اليوم قاعدين نقول سيد رئيس الجمهور قاعدين نقول اليوم رئيس الجمهورية عين البعض ما كانوش في حجم المسؤولية نعطي فرصة أخرى ما كانوش في حجم المسؤولية ما كانوش في حجم المسؤولية في حجم المسؤولية ما نجمش نقول عليه كفر ما أعطيك أسماء سيريدا فقط أنا نعطيك أسماء نعطيك صراحة الوزير والمسؤول اللي في وزارته فم إشكاليات فم أزمات ومن أزمة لأزمة أنا كنحل راديو السباح شون أسمع أزمة خبز أزمة عودة مدرسية وغياب الكراس المدعم نسمع بعدها أزمة من عرش في كذا من عرش في كذا من عرش في كذا ولينا الواحد يسكر راديو ما عاش حبي يسمع راديو عليش دونك عليش يا أخوي لابد منذخ دماء جديدة هذا هو هذا اللي رأى توا تونس في حاجة إلى ذخ دماء جديدة روح جديدة روحة شبابية وهمش نزيدنا خبرك في حركة 25 جويل يكونها سباقين كيف سباقين بعد راحة بأربعة أشهر نعمله ما شاء الله مكتب وطني جديد منظم كمان بغي يقدرش يضم يضم في أكثر من 14 دكتورات الدولة في مختلف الإختصاصات ممتاز وهذا في حد ذاته مشروع نؤسس للبناء وللإصلاح سمحني مش نسألك سؤال سيدي ذا كنت سمح لذا شالبي المتحذ بسم حراك 25 جويل اليوم أعطيني على قل خارطة في سودان ديس شكونهم الوزراء اللي تشوفهم فشل نعاود لك إليس مرة أخرى بالنسبة للوزراء رغفة ما رئيس حكومة ورئيس الجمهورية هم المسهولين في تعيين للوزراء ما لأعطيني الجملة كما هي باش أنا نعرف شو الأخبر دعوتكم أنه رئيس الحكومة يراجع بعض التعييني بعض التعييني مغير ما تقولون أنتم مش نايا نعاونك الخبر نطالب بالتعيين حسب الكفاءات ولا للولاءات نبدأ واضحين هل يعني هذا أنه اليوم فما تعيينات صارت بالولاءات فما هل يعني اليوم أنه تعيينات اللي صارت بالولاءات هي تعيينات فاشلة فاشلة هل يعني اليوم يجب تغييرها وشكل مسؤول على تغييرها المسؤول على تغييرها اللي يخدم يغلط أي لكن شكل مسؤول على تغييرها رئيس الحكومة جديد سلحشيني مثلا رئيس الحكومة جديد ننتظر منه حركية جديدة تونس في حاجة بالحق خاصة في الوقت الراهن هل اليوم في حركة 25 جويل يعطاكم السيدة رئيس الحكومة الجديد انتباع شعب في حاجة إلى موجهة جديدة الدول لا تبشيش بالقرارات وقت تأتيت موجات إجابية هل أعطاكم سلحشيني انتباع أنه قادر أن نجيب الجود فيب أن نجيب ديناميكية جديدة نحن نأمل في ذلك نأمل في ذلك وهذه رسالتنا موجهة للسيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية لابد من مراجعة الحديد من الأمور خاصة على مستوى التعيينات نأكد ونركز عليها من الحمليح أنا نعيش بعض الأزمات وقعد من أزمة الأزمة لابد من تخطيها في القريب العاشل وقت نقول ونخرج لرئيس الجمهورية في زيارة من الزيارات تفضل ويقول ما شاهد زار مثلا بعض البلديات فما إخلالات وفما كذا أنا نحب ثم أثر متع زيارة الرئيس بعد عودته إلى قصر خرطار مش تفسر أنه برشا يلومه على السيد الرئيس أنه ما فهمهش قرارات يخرج السيد الرئيس يقول وين البلدية في ياريانا مثلا وين البلدية لكنه ما فهمهش قرارات يقول وكانوا هذية دوا ساعات بموجب القوة الرئاسية لكن لي منطقة صغيرة أحنا حاشنا بحاجة هيكلية حاشنا بحاجة اللي تكون عندها الديمومة شو بيش تفسر غياب القرار ما سيئا شوف دايورة هل تعتبر أنه فهمه غياب قرار القرارات موجودة موجودة لكن تنفيذ القرارات هي الحلقة الفارغة تنفيذ القرارات وهنا نرجع لك ديما ندور في حلقة دائرية نعود دائما إلى المسؤول وقت المسؤول حريص على تنفيذ قرارة الرئيس لأنه غدو بش تتحصل للوضعية ورأي للمبرو بش مش على حسن ما يرام أما كنا عطي بث الرئيس الجمهوري عطي قرارات وما تطبقش وانتي تعرف مليح لدارة تونسية عندنا هكا الموتور كي مرش تو دوسمان فما هكا بعض التعديلات ما زال فما عندنا إشكالية كبيرة في الإدارة تونسية طيب بش تخدم بش تخرج ورقة يحب لك تضرب ثلاثة أربع أيام ما إلى ذلك عندنا فضل الإدارة تونسية بالحق إلى مراجعة دقيقة هنا القرارات موجودة لكن تنفيذها هو اللي يمثل مشكلة وليمثل معضلة وأي مسؤول رو بش يخذ القرار من تلقاء نفسه وراه بش يلقى صعوبات كبيرة ويخاف كل واحد يخايف على كورسيه واسمعت ذكر شوي أنا في البلاتو اللي يخاف على كورسيه نخلي الغيره إما تكون صاحب قرار ثم حاجة تخوفها قرار تستنى في رئيس الجمهورية بش يقول لك نعنش ننظف ننظف بلات ولا ننظف طرقات ولا شركة من الشركات تحل في الكياس تضربنا شيء للمقر تحفيفي فيه أربع خمسة حفر خاطر المقاول اللي حل الشانطي في الكياس الياس يخليه محلول يسكره بالتراب يمشي أروا أي دوق أنا وين مراجعة موفم قرارات ولا القرارات حليت مثلا نفسي في كياس لكن تكمل خدمتك للأخر يعني حبيت نبين لك أنه تنفيذ القرارات يطلب جرعة ويطلب مسهولية ويطلب زادة مسهولين بيئة تم معنى الكلمة وهذا موجود اليوم ولا موجود موجود إذا توفرت الإرادة هوا الحفر موجودة ما فهمتش كيفش موجود كهو موجود والحفر موجودة ما تفهمش عير فسر الناس اللي شادين توا وما همش قادرين بيش يساكلوا الحفر هذي وبيش صلحونا الوضعية يخلوا بلايسهم رغيرهم لشكونهم غيرهم يعين غيرهم انت يعين غيرهم مش أنت ليه مش أنت سيري ذا هيا الدولة تعين غيرهم ما يتفضل هاي وينهم تم تعينات متأكد مش تم تعينات أنا متأكد أنا متأكد أنا متأكد أنا بيصير تحويرات على المدى القريب هل تعتبر أنه معناها تعيين رئيس الحكومة الأخير ما شاور في حد سيد رئيس مع أنت سيليذا هل تعتبر أنه هذا بطبيعة الحال هي من صلاحياته لكن هل هذا ناجح على تونس أنه ليتم التشاور مع حتى حد شنو رأيك والله هذه من صلاحيات رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية رأى في أنه رئيس الحكومة الجديد قادر يقدم الإضافة وهذا ما نطالب به كحراك 25 جويل يعني هذا القرار يعود إلى السيد الرئيس الجمهورية هو لقرر من يراه صالح لذا لنتظر إذن وبالفعل من يخرج بنا من مرحلة إلى أخرى ربما ما في تغيير رئيس الحكومة لننتظر أنا أقول لك لننتظر وحول الله إن شاء الله عندي هكذا ثقة كبيرة أنه سيصير تحوير وزاري على المدى القريب وإن شاء الله إذا فاتوا مضرها فما بعض الإصلاحات على اليوم وكأنه وكأنه صيد الرئيس يعطي لي سلح الشاني ما هي تنقول من الملفات الحارقة ملف تطهير الإدارة أيوة شو أرأيك فيه الموضوع هذا شو أرأيكم فيه في حارقة 25 جويل أخدمنا عليه أخدمنا عليه وأكدنا مراراً وتكراراً قلنا لابد من تطهير الإدارة مراجعة أصحاب شهدات العليا من بعد 2011 لأنه صارت انتدابات عشوائية قلنا لابد من مراجعة الانتدابات شو نحاسبه؟ نحاسبه اللي دخلوا اللي تم انتدابهم وإلا اللي انتدابهم؟ نحاسبه اللي انتدابهم والزوز الثاني نحاسبهم الاثنين هذا نعتبره فساد وفساد كبير نعطيك شهد صحافة وأنت مك صحفي بيسوق فاهمك تقبلها الياس؟ لا فاهمك فاهمك لكن شون الاليات على خطر اليوم هذا هو يقولي انتو مك حممت فيها وفكرت فيها شون الاليات اليوم عندك قانون انتع وظيفة عمومية اليوم عندك ضمنات وقت الانتداب وحتى وقت التسريح هذا الكل مطروح يلزم شون الاليات الممكنة لتنفيذ ناجع لفكرة تطهير الإدارة تطهير الإدارة كما قلنا مراجعة دقيقة مسؤولين أكفاء مسؤولين يعالجوا هذا الملف اللي نعتبره ملف حارق ملف من الملفات الفساد الكبيرة مراجعتها وفما عنا شباب ماشاء الله ينتظر في التشغيل الشخص اللي يدخل يعني بشهادة مزورة واضح المسار واضح القرار وبالتالي فما ناس أخرى تنتظر أماكنها اللي تستحقها أزمة الخبز كيفاش قلتوها في حراك 25 جوليا اليوم فما من أكبر الأزمات تقالت على أنها في العالم قاعد يتقال في علاقة بتونس ونعرف قيمة الخبز عند التونسي شنو قرأتك لتعامل السلطة التنفيذية مع الملف هذا سي ريدا شوف ملف الخبز الخروج منها ونبدأها من نبدأها من الصف نبدأها من لوطة بالفضل سهل برشا أنت الخباز الصباح خلينا ممتشيش القرارات وشكون ممتشي أخذ القرار وكل أنت كنشد للصف قدام الكوشة نقاح يخرج بالشريو والشريو في 150 خبزة مثال والصفة طويل يسر بال150 ومش يعطي بال4 وال5 خبزات يعطي بال15 خبزة بال12 خبزة بال14 خبزة بيه بيه هذا حل بسيط نبدأ بالصاحب المخبزة تقوم بال14 صباح كما كنت كل تاجر مواد غذائية يعرف كل مواطن قداش عنده أفراد العائلة يوزع باللربة بخمسة خبزات ومعناش يشكالية نعطيك في مثال يا ياس نعطيك لاب الحق أنا عندي مشكلة صغيرة مع كيفش قاعدين البناء يبدأ من القاعدة حبيت أن بيين لك البناء يبدأ من القاعدة يعني اللي كان نحب نحل أزمة ونحلها من القاعدة دونك سمحني واللي حب إشكالية يحلها سؤالي كان كيفاش قراءتك لتعامل السلطة التنفيذية في الملف هذا هذا سؤال هذا الشي يقول كيفاش قراءتك كانت تعامل ناجع كانت تعامل فاشل كانت تعامل متردد كانت تعامل هذا هذاش تتحمل الإجابة مش أنه الخباز يصنع عشر أو يبيع خمسطر حبيت أن بيين لك أن الحلول نجدها من القاعدة بعد إذنك والله يما سألت على الحلول جاوبني على تعامل السلطة ساعة مع الأزمة ومع تندحكوا في الحمل تعامل السلطة ما نصورش أنا بشتراع بيت شدة طوابير عليك قدام المخفزة بشتراع ضمن ممكات فريدية هذا ما نصوروش القرارات فما جلسات مع نقابات متع المخابس درنير مو وصلوا لمشروع حل سيد يجا معنتها نقطة إيجابية هل تعتبر اليوم في حركة 25 جولية أن القرارات الحكومية والدولة على انتداد أشهر كانت ناجعة لحل لحل أزمة الخبز أي لا ناجحة نسبيا ناجحة نسبيا ولكن نطالب نطالب بمعالجة الموضوع في أسرع الأوقات وفهم الحلول اليوم بعد التوقيع في ستاج ويلية 2023 على مذكرة التفاهم حول شراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي كيف شقرته في حركة 25 جولية هذا الاتفاق شوف شأن العلاقات الخارجية نرجع لك بالأساس عنده أهل عنده ناس اختصاص في هذا الشأن نترك لأصحاب الشأن الموضي قدما في هذا الموضوع ودورنا كحركة تقييمي نجحنا نقول لك نجحت ونمشي معاك نفشلت نقول لك نفشلت ونحملك المسؤولية هذا دورنا حركة 25 جولية من دخلش في السياسات الخارجية بتاتا في هذا الموضوع الفترة جاية قد تكون فترة انتخابات انتخابات حول الغرفة الثانية التشريعية رأيكم في ذلك هل تعتبر أنه مرة أخرى في حركة 25 جولية شنو شنو تقييمكم لفكرة البناء القاعدي كفكرة تمثيلية تشريعية شنو رأيكم نتبنىها حقيقة نتبنىها وكفكرة أنا كبديلت لك بكرة شوية في الحل مشيت لقاعدة من نجحنا ببناء دون المرور بالقاعدة فبالتالي نتبنى هذا المشروع تبني معناتها مطلق والعمل على المحلي ثم الجهوي فالإقليمي فالوطني فكثير اليوم فما شكوني تسائل سيريذا يقول اوكي احنا نمشي في الهندسة وهذه هندسة دستور 22 لكن لا نعرف صلاحيات المجلس لا نعرف صلاحيات خنشوفوها خنشوفوها ونقيموها وننشيو معاها قريبا قريبا دي جاء الانتخابات البلدية وغيرها على قريب دي جاء في شهر سبتمبر للانتخابات البلدية وسيتم الإعلان لا 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 ما فهمش انتخابات البلدية سي ما تعطيش معلومات غلطة سيريذا اللي فما هو انتخابات المجالس الغرفة الثانية لكن انتخابات البلدية ما ذكرتش من انتخابات البلدية قريبة لا لا ما ذكرتش من عند حتحد لا من عند لزي لا من عند حتحد نحكيوا على انتخابات مجلس الأقاليم اللي يكون في خريف في خريف 23 اللي لكن مرة أخرى الأسألة كانت حول الصلاحيات حد حد ما يعرف شنو صلاحيات المجالس الجهوية حد حد ما يعرف التقسيم الأقاليم كيفاش بشي سير اش فكرتوا فيه انتو ما في حراك 25 جوليك شنو رأيكم ماش نمشيه فيه مهما كان صلاحيات ماش نمشيه فيه هذا مشروع واتحدثنا فيه على مستوى المكتب الوطني ماش نمشيه فيه هذا دون شك في ذلك ماش نمشيه فيه مع ترشوريه معناها طبعا مشكون عندنا تمثليات فيه المستوى المحلي والمستوى الاقليمي والمستوى الوطني ماذا دون شك خليل كلمة الختام سيري ذات شكرا لك لياس على الاستضافة يعطيك الصحة اليوم كنا وضحنا الخلاف بين الحراك وبالمسار نعطيك صورة كذلك على المشروع وازد نذكر كذلك انه وراه الحراك 25 جولي قريبا ان شاء الله عندنا منتدى لتكوين الإطارات واللي ضم خيرت لا لازم التكوين لازم خيرت ما أنجب التونس من إطاراتهم كوادر سياسية عندنا دكاترا ما شاء الله نضمه مؤخرا إلى الحراك سنقدم الإضافة واشتراونا في ثوب مغاير تماما للسابقة اليس مرة أخرى شكرا لك شكرا لك سيريدا الشلب المتحدث باسم حراك 25 جولي شكرا لكم على الاستماعات